بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا حبائي في الله لقاء جديد وصحة وعافية صحة وعافية النهاردة نتكلم عن نصائح للمعتمرين كثير من الناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكل المشاهدين عمرة في رمضان لأنها تعد الحجة نسأل الله أن يكتب لنا والمشاهدين جميعا هذه العمرة كثير من الناس بتستعد للعمرة اللي عايز يسافر من أول رمضان اللي هيسافر النصف رمضان اللي هيسافر العشرة الأواقر من رمضان بنقول لهم جميعا والله سبحانه وتعالى يتقبل منكم هذه الزيارة بنقول لهم نصائح وانتم سافرين للعمرة لابد ان تراجع دوائك يعني كتير من الناس بيبقى عنده بعض الامراض ما بيحسبش الجرعات اللي هياخدها مريض الانسولين اللي بياخد عنده سكر وبياخد انسولين ما بقاش حاسب الجرعات بالضبط ما بقاش معاه يعني نقول كيس يحط فيه مبرد يعني ده تلجي يحط فيه الانسولين اللي هيتناوله بعض الناس بياخد بخاخة بيبقى عنده رب وشعب محتاج ومع الزحام والحر محتاج ان ياخد بخاخ بعض الناس بيبقى محتاج الدواء تحت اللسان اللي عنده قلب او ضيق في الشريان التاجي المرضى دول قبل ما يسافروا لابد انه يحسب مدة الصفر وعدد الاقراص والادوية اللي ياخدها معاه نمر اتنين وهو بيجهز للصفر لابد يزور الطبيب انه يعرف يتعرف على حالته انا وانا مسافر هل في مشقة لو فطرت يوم الصفر وانا هناك ولكن الدواء هتناوله ازاي وانا في الحج ايضا التناول الطعام للمعتمر كتير من الناس اعتادوا على اكل معين في البيئة اللي عايشين فيها يعني اللي عايش في الصعيد اعتاد على اكل خاص باهل الصعيد الاكل في وجه البحر او في القاهرة لي نظام معين اما بيوصل للاراضي الحجازية ويبدأ ياكل بياكل حسب البوفير اللي مفتوح او حسب الوجبة اللي بتقدم اليه دون ان يدري انه نغير نمط غزاء نمط الغزاء لو يتغير احيانا يؤدي المشاكل كبيرة جدا للمعتمرين ولذلك بنشوف نسبة كبيرة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافينا وإياكم نسبة كبيرة نجدهم بيقضوا وقت طويل من رحلتهم في المستشفيات هناك ايضا وانا بكلم النصيحة للمعتمر بكلم مشرف الرحلة ياريت لو معاك كبار سن معاهم امراض الكل واحد بيسجل الامراض دي ويعلقها في صدره ان انا بشتاكي من ضغط بشتاكي من سكر الادوية اللي باخدها وتكون ضمن الاسم اللي بيتحط على الصدر ان كتير من الناس بتفقد الوعي اثناء التواف او السعي او في الطريق من الفندق للحرم بنقول المسعف عنده فكرة وعنده خلفية ان هذا الرجل مصاب بالمرض الفلاني وبيتعاطى الدواء المثالي بنقول ايضا اللي بيقوموا المرشدين على الرحلات لابدوا ان يتقوا الله في المعتمرين بمعنى لو طالع معايا فوج من كبار السن من اجدادنا وامهاتنا وابأنا اتخير الوقت المناسب لعمل العمرة يعني ما جيش في وسط النهار وهم صايمين اقول لهم احنا نبدأ الطواف الان لا هنا بقى فيها صعوبة لا نخليها بعد الافطار بعد صلاة الترويح في الحرم نبدأ نطوف ونسعى الجو بيكون ملائم وايضا بيقدر المعتمر وهو بيطوف او بيسعى يقدر يشرب بيقدر يتناول شيء بيقدر يقوى على الطاعة بدل ما بيبقى بيقد المناسك وفي حالة اعياء شديدة ومرض ومش قادر ياخد دواء مش قادر يشرب نقول لا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما جعل الله عليكم في الدين من حرج اللي ذلك منقول النصيحة ايضا لهؤلاء ونتذكر جميعا اللي بياخد معتمر وطالع معاه في فوج نقول له انت بتصطحب ضيوف الرحمن اياك اياك ان تدلس عليهم اياك انك تشق عليهم لانه دول ضيوف ربنا سبحانه وتعالى يعني احذر وخليك على حضر شديد اللي هو المرافق لهؤلاء اه لا بأس انك تتكسب وانك تكسب من العمرة ولكن اتق الله انت معاك ناس كبر سن مرضى اه عجزة محتاجين منك العناية والرعاية ليس الامر كل مال ولا تحصيل مال ولكن انت بتعين هؤلاء على اداء نسك وعبادة وانهم يزوروا بيت الله الحرام هم في زيارة للرحمن الرحيم احذر لانهم ضيوف عند الله ضيوف ربنا لابد ان احنا نحسن معاملتهم نتق الله معاهم وفيهم ايضا نقول للمعتمرين احرسوا ان انتم متوصلوش لمرحلة الجفاف اثناء الطوف والساعة يبقى معاك زجاجة ماء تشرف فيها باستمرار واحرس وانت ماشي يكون معاك تصطحب وحد يكون شاب جنبك وبنقول للشباب المعتمرين فرصة كبيرة تاخد ثواب رجل كبير او انت يا اخت يا شابة خدي ثواب امرأة مسنة استحبيها اثناء هذا النسك اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وخدوا بلكم وصحتكم وصحة وعافية اشتركوا في القناة